في ظروف فيروس كورونا الاستثنائية تجتمع أقوى سبع ديمقراطيات في العالم لبحث قضايا دولية مهمة بعد التحية بالكوع والجلوس على طاولة بمسافة تباعد وعوازل زجاجية انخرط وزراء مجموعة السبع في مناقشة الملفات الجيوسياسية الملحة التي تهدد المجتمعات الديمقراطية المنفتحة الوضع في ليبيا والصراع المتواصل في سوريا من بين القضايا التي كانت على جدول أعمال الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص ليبيا وسوريا أولاً هو أن دول مجموعة السبع ستبحث الوضع الجيوسياسي لتحقيق توازن ضد مشاركة الروس بشكل أساسي في كل الصراعين ولكن أيضاً مع ما يرون أنه تورط روسيا وإيران وحتى الصين في هذه الصراعات ثانياً تقديم الدعم الإنساني كأحد ملفات جدول الأعمال وزير الخارجية البريطاني حتى نضراءه على اتخاذ إجراءات أقوى ضد المجلس العسكري في ماينمار بتوسيع نطاق العقوبات وزيادة المساعدة الإنسانية بعد مشاهدة فيديو عن الوضع في البلاد المجتمعون بحثوا أيضاً زعزعة استقرار الشرق الأوسط من قبل إيران ووكلائها والعلاقات مع روسيا والصين إيران يصعب التعامل معها وخاصة الحرس الثوري الذي يتبنى مواقف مختلفة عما يطلق عليهم بالمعتدلين والتوصل إلى اتفاق سيكون صعب المنالة وإذا ما وجدنا طريقة لتخلي إيران عن تطلعاتها النووية وتهدئة الوضع في مناطق الصراع بما فيها سوريا واليمن فإن منطقة الشرق الأوسط ستكون لها فرصة لحل بعض أزماتها من أجل مصلحة مواطنيها اليوم الثاني من الاجتماع سيركز على التغير المناخ وانتعاش اقتصادات العالم من جائحة كورونا والاستعداد للتعاطي مع أوبئة في المستقبل إلى جانب المساعدات الإنسانية وأمن الغذاء اجتماع كبرى الديمقراطيات السبعة في العالم يظهر وحدة الدول المشاركة بالرغم من بعض الخلافات في وقت تشتد إليه الحاجة لمواجهة التحديات المشتركة والتهديدات المتزايدة في مختلف مناطق العالم مصطفى زارو العربية لندن